بعد معرفنا بعض الأخبار السريعة تعالوا نشوف مع حضراتكو الصحافة العالمية قالت ايه في المحترف يلا نبدأ جولتنا بصحيفة ديل ستار الإنجليزية اللي ركزت على تعادل المان سيتي وتشيلسي وكتبت لعبه جارديولا السابقون يطاردون جارديولا في مباراة ملحمية الميرور كتبت بوكتينيو يعترف بفقدان الهدوء أمام السيتي كمان اهتمت الصحيفة بيكل بالمر وكتبت لعب السيتي السابق يتحلى بالهدوء ويحرم جارديولا من الانتصار نروح لأسبانيا وصحيفة إيس الأسبانية صلتت الضوء على فوز برشلونة على ألفز بنتيجة اثنين واحد وكتبت ليفا يونكس برشلونة من مصيبة كمان اهتمت هذه الجريدة بفوز أتليتيكو مدريد على فيا ريال وكتبت جرينزمان يضع بصمته من جديد في فوز أتليتيكو إيطاليا توتو ماركاتو الإيطالية صلتت الضوء على تصريحات لويس انريكي مدرب طبعا فريس سان جرمان اللي انتقد أداء كيلين مبابي بالرغم من تسجيله لهاتريك في مباراة فريقه أمام ريس ريمس الفرنسي قال انريكي سأتحدث على انفراد مع مبابي لأن عليه العمل بجدية أكبر خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم في ألمانيا وكيكر الألمانية اللي صلتت الضوء على أسرع اللاعبين في الدوري الألماني وكتبت بيكر لعب يونيون برلين يصبح الأسرع في الدوري الألماني حتى الآن بتسجيله لسرعة 35.97 كيلو متر في الساعة عمر مرموش لجمينة المصري لعب منتخبنا الوطني جاء في المركز الثامن بسرعة 35.77 كيلو متر في الساعة